خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرع الصبيان يلعبون ووجد صبياً واقفاً يابكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل الله عليه وسلم فإن أبي مات في إحدى الغزوات ما رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عارياً جائعاً حزيناً زليلاً فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكيت عارياً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أجون لك أباً وعائشة أماً وفاطمة أخاً وعلي أماً والحسن والحسين إخوتك فالله فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره وأطعمه وألبسه لباس العيد صلى الله عليه وسلم فخرج الصبي يلعب مع الصبيان فقالوا له الصبيان كنت واقفاً بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعاً فشفرت وكنت حالياً فكسين وكنت بغير أبي فأصبع فأصبع رسول الله فأصبع فأصبع رسول الله فقالوا فقالوا له الصبيان يا يا